بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اطراف مرسلين اهلا ومرحبا بكم متابعي قناة جنوبة في العرب بصلونا نعرف برنامج انكسكيب برنامج غني عن التعريف لتصميم المستجهي والتصميم الشعارات لكن العديد من المستخدمين لا يحتاجون كل تلك الخصائص المتوفرة في البرنامج حيث يريدون فقط بعض الادوات لتعديل او اضافة رسومات الى صورة او اضافة نص او مجموعة من الخصائص البسيطة لتعديل على صورهم او اضافة شعارات او رسومات اذا اتيتكم بتطبيق يعمل اونلاين وهو اه 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 اعمل عبر الانترنت وهو برنامج شحور اه اه برخصة ميت مستخدم المفضر يمكنكم من خلاله اضافة ما تحتاجون اهمين اه اه تعديل على الصور وكذا اذا ارتم الرسم اه على طفحة بيضاء كما تشاهدون هدوة في الواجهة الرسومية لبرنامج افتح كايبورد لكي تروا ما يمكن ان اعمله ان خلال الكايبورد لتكبير الشكل هنا اضغط على ثم عجلة الفأرة ثم يتقوم بتكبير الورقة اضغط على عجلة الفأرة ثم بتحريك والبرنامج متوفر ايضا باللغة العربية عربيك لكن الترجمة غير مكتملة سنشاهدون الترجمة غير مكتملة حتى الان سأحاول اكمال الترجمة ان شاء الله بتواصل مع اه مطوري المشروع واممكن في هذا الامر كما ذكرت هناك مجموعة من الخصائف مثل مثلا ادي الادات اقوم بتكبير الشكل حتى يكون اوضح هذا مثلا مربع او مستطيل مصدر مثلا اداة مربع تغيير اللون تغيير لون الحواف من خلال الضغط على شيف وتغيير لون الحافة زيادة حجم الحواف وانا نقوم بالحافة وهنا ممكن من خلال العزلة غيره كبير الشكل ومجموعة منها الحصائف المتنوعة كما ذكرت ممكن تدير على صور مثلا نقوم بالحاجة هالي نقوم بالحاجة الى صور ممكن اضافة صورة من على المسوفر من على السطح المكتب او ايكان بصورة من الانترنت مثلا اطهام بالحاجة هالي صورة مثلا ايب زيزي ايدي تكتر الاماج هناك نجمع من الصور الخاطة بالبرنامج مثل افطار هذه الصورة ثم آتي أنتف الرابط أتنبي الصور بشكل مباشر هنا سيمبل مزمعة من الرموز يمكن أن تصار منها ما تشاء مثلا هذا أقوم بإزالة فشوة واضغط الحواكس السوداء أول شكل يمكن إضافة نصف وبرنامج يدعى من اللغة العربية أقوم بإزالة فشوة أقوم بإزالة فشوة ثم بإزالة فشوة وأقوم بإزالة فشوة كما ذكرت البرنامج هو بسيط يجمع من الادوات ويمكن ايضا نتذير المسروع من هنا مثل ال export image ثم نختار هنا ونختار الصيغة التي نوض في انجي ثم واحد ثم اذا يمكن تحميل مشروع او تحميل اه امبوت اميج اس بي جي كالخطورة وصوى جديدة لاختيار مشروع هنا يقول لي التريد الحد حملة يقول له الغاء او نضم اقوى الحد ويأتيني بمسروع جديد هنا لاير يمكن اضافة لاير جديدة عديد من الخطائص نظلم اضيف مربع الى هذا اللاير ثم مربع اخر الى لاير الثاني هناك مفاجئة وهي اني ساقوم بوضع شرح في شرح مستقبلا حاول كيفيش تشغيل البرنامج بدون انترنت من خلال المتصفح فقط شكرا لكم على إعظم المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة